أكذا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة إزالة أي تعقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات بين دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين وأعرب مدبولي خلال مشاركته في اجتماع وزراء دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية عن أمله في أن يتم التركيز على الخطوات القادمة في هذه المبادرة مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى نحو 12 مشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ من بين 26 مشروع تم استعراضها